السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طالبات وطالبات الصف الرابع الاترائي هنبدأ مع بعض بإذن الله الوحدة السابعة في التربة الثانية الوحدة السابعة اللي بتقول This is where I live يعني هذا هو المكان الذي أعيش فيه This is where I live نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض نبدأ مع بعض الدس الأول لسنوان بيكلام بقولك The Nile نهر النيل The Nile اللي هو نهر النيل نجيب لك vocabulary K vocabulary اللي هي الكلمات الأساسية في الوحدة listen and repeat الكلمات الأساسية في الوحدة نقرأها مع بعض city اللي هي مدينة city city building مبنى اسمها building building village كاريا village village forest غابة forest forest desert صحراء desert ويزس واحة وازس ريفر نهر ريفر مونتين جبل مونتين عندي اكسترة فوكابلري مجموعة تانية من الكلمات معانا ظنايل اللي هو النيل اللي هو نهر النيل اسمه ظنايل جس يخمن جس the longest الأطول the shortest الأكثر the widest الأعرض أو الأكثر اتساعا يبقى عندي مجموعة من الصفات اللي هي لما يجب كورن بين حاجة ومجموعة وبعاء الأشياء أحط اسمه للصفة يبقى the longest الأطول the shortest الأكثر the widest الأعرض أو الأكثر تساعا human إنسان ريبي تايلز اللي هي نوع من أنواع الزواح دي الزواحف ريبي ريبي تايلز اللي هي الزواحف ريبي تايلز بلانت كوكب كويز اختبار قصير كويز كابتل عاصمة زي كايرو مثلا كايرو is the capital of Egypt القاهرة عاصمة مصر the world العالم the world population تعدين السكان population branch فرع اسمه branch السلحفة turtle turtle كروكوديل التنساح home mountain تعالا كين نبص مع بعض الأول قبل من نقل مع الحاجة تانية أنا كين عندي كلمة reptiles زي الزواحف يبقى عندي كروكوديل من الزواحف التنساح عندي turtle ليس لحفة من الزواحف يبقى turtle and crocodile يعتبرون من الزواحف من الزواحف من الزواحف عندي تصريفات الأفعال عندي irregular verbs and irregular verbis irregular verbs الأفعال العادية عندي irregular الأفعال غير المنتظمة أو غير العادية من الزواحف من الزواحف المنتظمة من الزواحف المنتظمة أو موطن لي اسمه home for travel to ينتقلوا إلى اسمه travel to live in it يعيشوا بها اسمه live in it أو live in it نهر النيل بقى نتكلم عنه الحاجة دي طبعا مهمة تعرفها عن نهر النيل إن the nile is the longest river in the world نهر النيل هو أطول أنهار العالم the nile is نهر النيل ده طوله بالظبط 6670 6670 كيلوميتر long طول أنا عندي long وطول long لو أفقي أما طول يبقى رأسي طبعا نهر النيل أفقي ياخد long the nile is 6670 كيلوميتر long that's like جاء بالظبط فيما يعادل traveling to the center of the earth السفر reptiles reptiles يعيشوا فيه reptiles the nile crocodiles lives in it يعني يعني يعيش فيه أكبر أحد أنواع الزواحف اللي هي الكروكوديل لو إحنا جينا نبص على نهر بس طبعا عشان نقول كلام غلط هو التمسيح دي موجودة في بحيرة ناصر وراء السد أما دي اعتبر ما بتعيش في نهر النيل يعني مش بنلاقيها مثلا في النهر طبعا ما احنا ماشينا على التمسيح لا طبعا هم يقولها في بحيرة ناصر فيما وراء السد يبقى one of the largest reptiles the nile crocodile اللي هو التمسيح lives in it يعيش في نهر النيل دي بعض المعلومات عن نهر النيل هنا بيقول choose the correct answer from A, B, C or D بيقول the naut is a slow animal ايه هو slow animal عندي lion طبعا lion ده الاسد سريع turtle السلحفة snake الثعبان monkey الكرد طبعا معروف ان turtle ده هي السلو animal اللي بتمشي ببطء شديد we get water from that بنحصل على المأمنين to drink and grow crops اللي نشرب ونزرع محاصيل desert صحراء building المباني river النهر moon الكمر طبعا بنصره عن ما from the river كايرو الكايرا is the north of egypt اللي شرعتها هني بقول كلمة capital يبقى كايرو is the capital of egypt هي عاصمة نصر طبعا نجيب لتاوي المدينة moon fruit ريبتايل ولا يومان bird طائر fruit فكهة ريبتايل من الزواحف يومان من البشر كوروكورايل كوروكورايل دول من ايه ريبتايل من الزواحف I live in a large عيش في large with my family large moon فأمر كبير building مبنى واسع وكبير branch فر class fast طبعا بعش معلتي في large building مبنى كبير general exercises on lesson one يعني تدريبات عامة على الدرس الأول السؤال الأول listen and write t true or f false طبعا السؤال دائم المواصفات الامتحان وأصبح من الأسئلة المهمة جدا طبعا بتستمع للمعلم بيقولك قطعة وانت بتحل عليها مثلا نقرأ الاستماع the nile is the longest river in the world نهر النيل هو أطول أنهار العالم the nile is about 60,670 كيلومتر long طول حوالي 6,670 كيلومتر that's like هذا ما يعادل traveling to the center of the earth السفر لمركز الأرض the nile has two branches in Egypt لو فرعين في مصر the nile is very important مهم جدا it brings life to the whole Egypt بيعطي الحياة لمصر كلها هذه هي أهمية نهر النيل السؤال الأول the nile is the shortest river in the world أقصر نهر في العالم إجابة خاطئة لأن the nile معروف أنه the longest river in the world the nile has three branches in Egypt أنه بيقوله فرعين ثلاث أفرع في مصر طبعا إجابة خاطئة أنه في فرعين هو دميات ورشيد the nile isn't important نهر النيل ليس مهم طبعا برضو إجابة خاطئة false لأن the nile is very important the nile brings life to whole of Egypt نهر النيل بيقلب الحياة لمصر كلها إجابة صحيحة ميا ميا السؤال الثاني read اقرأ read the thickest اقرأ القطعة and answer the questions وأجيب على الأسئلة ولي طبعا لازم حاجة نهتم بها لأنه سؤال من برضو من أسئلة المتحد the nile is the longest level in the world the nile has two branches there is many people living near the nile يعيش بالكربة من نهر النيل the nile is 60,670 kilomètres long that's like traveling to the center of the earth هذا يشبه أو فيما يعادل سفر لمركز الأرض the nile is home of different kinds of fish mountain مختلف أنواع سمك birds turan turtles والسلاحف one of the planets largest reptiles the nile live in it طبعا التمسيح بتعيش فيها دي طبعا منها الزواحف السؤال أول أول choose the correct answer from a b c or d number one the underlined weird كلمة التي تعطيها خط للك كلمة near means a behind خلف far بعيدة on على بجانب أو بجوار طبعا 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 نير منها قريبا منها تبقى بجوار there are many people near the zanayl لو قنا نبص في القطعة هنقول مثلا أن there are there are many people living near zanayl يبقى living near zanayl السؤال الثالث summarize the tickets in one cent خلي باكم السؤال ده السؤال موجود لحد ثالث أدالي summarize يعني لخص يعني لخص الكتعة في سطر واحد لو أحب ألخص الكتعة في سطر واحد zanayl is the longest living the wallet zanayl has two branches zanayl is I don't know what I'm going to say يبقى نقول لتلخص الكتعة أن zanayl zanayl is very important مهم جدا to Egypt نهر النيل مهم جدا لمين لمصر السؤال الرابع how many branches does zanayl have في كام فرع طبعا نحن خدنا الوقت في فرع ين يبقى زي نقول zanayl has the nail نهر نهر النيل has عشان nail مفرد أحاول have the has two branches في كام فرع فرع السؤال بعد كده ريد and complete the tickets with the words in the box عند short أكثر أكثر مش أكثر لأكثر يعني كصير ولكن هو الأكثر important مهم أو هم earth الأرض أو القرر الأرضية longest الأطول طبعا farmers grow crops near the river بيزرعهم المحاصيل بالقرب من النهر the nail is the not level in the world طبعا نهر النيل معروف إن هو the longest river in the world it is 60 670 kilom long that that's like traveling to the center of the earth المركز الأرض أكثر هنا earth it's very not for people's lives مهم جدا للحياة very important هم جدا we must keep the river nail clean لذا نحافظ على نهر النيل يظل نظيفا السؤال الرابع ريد أن لمatch A with B بيقول هنوصل A with B the nail is there نهر النيل هو two branches ولا the longest river ولا يبقى the shortest river طبعا the nail is the longest river عمل هنا one the nail has نهر two branches in Egypt يبقى عمل هنا number two can you guess how long يبقى عادة سؤال ما فيش ولا كوش مالك هنا can you guess how long is the nail is the nail river أو nail crocodile is هل تقدر تتخيل طول الكروكوديل التمسيح اللي موجودة في نهر النيل طبعا هي بطوقة طويلة جدا على فكرة يعني مش يعني ممكن تبقى مترين تاتة متر number three the nail is home هو home of different the kinds of fish birds and turtles number four السؤال بقى كدار order reorder the words to make correct sentences هنبدأ بذنال بذنال has two branches the nail has two branches ناري نيل فرائن many many people live near the nail many people على فكرة سؤال التركيب ده مهم جدا live near the nail كثير من الناس بيعيشون بالقرب من النار a lot وإن ذا وذير are of trees forest هنبدأ بذير يبقى ذير طبعا جا ما بيجي معها are يبقى there are a lot of trees in the forest there are a lot of trees in the forest in the forest plants طبعا على the nail how long is the nail طوله قد ايه يبقى هنحن عايزين نقول هو طوله قد ايه تاني حاجة why it's important أول حاجة the nail هنقول the nail طوله بقى يبقى نقول the nail the the nail nail is the longest the longest river in the world for stop هنقول the nail the nail is و قد طوله 60 60,670 kilo meters long فلو stop اقول the nail has two branches two branches يعني هنقول فراعين branches in Egypt آخر قملة عادة اكتبها اكتبها عن موت السمك وال الطيور فراعين اية جانب steady هنقول ايه اية جانب ايه جانب جانب ايه 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 انه بانا ايه 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 ده الدرس الأول في الصف الرابع على الثاني إن شاء الله في الفيديو القادم نأخذ الدرس الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته